نبيل عبيد فنانة عاشت طول عمرها لفنها والجمهورة وكانت حريصة دايما تبعد حياتها الشخصية عن الصحافة والإعلام وعشان كده كان ليها حكاية مع الدكتور أسامة الباز مستشار مبارك وعاشت معي تسع سنين في السر وفجأة سألته سؤال عن رد فعله لو مبارك عرف بجوازه رده كان سريع وغريب في نفس الوقت يطار الباز قال إيه لنجمة مصر الأولى ومين المزيعة التي تسببت في انفصالهم يلا نعرف التفاصيل دي كلها نبيلة أحمد عبيد اتولدت في حي شبرة سنة 45 في أسرة متوسطة الحال كانت متعلقة بحب التمثيل من صغرها ودايما كانت بتتفرج على الأفلام اللي بتتعرض في سينما شبرة بلس القريبة من بيتها كل يوم جمعة من كل أسبوع وأول حد اكتشف موهبتها هو المخرج عاطف سالم وتم تقديمها سنة 61 في فيلم مفيش تفاهم وكانت فيه كنبارس صامت وكان عمرها وقتها 16 سنة وبعدها بسنتين حصلت على أول بطولة مطلقة في فيلم ربع العدوية للمخرج نيازي مصطفى وبعدها نشأت بينها وبين المخرج عاطف سالم اللي اكتشفها قصة حب كبيرة ومقدرش يكفي مشاعره نحيتها وعرض عليها الزواج بالرغم من أنه كان أكبر منها بأربعة وعشرين سنة ووفقت نبيل عبيد رغم اعتراض أهلها استمر زواج نبيل عبيد من عاطف سالم لمدة أربع سنين وقدموا مع بعض فيلم توت توت الممليك وزوجة من باريس وبعدها حصلت خلافات بينهم بسبب غيرتو عليها وفارق السن وانفصلوا بدون إنجاب وبعدها بخمس سنين اتجوزت نبيل عبيد للمرة التانية من المخرج أشرف فهمي بس الزواج ده كان فيه السر وده كان بطلب مشترك منهم بس الزواج ما استمرش كتير ولما أعلنت عنه نبيل عبيد في 2010 خرجت الفنينة الراحلة جال فهمي ونفت الخبر وقالت إنه مش حقيقي لأن والدها لو تجوز كان قال لها لأنه ما كانش بيخبي عنها حاجة وتجوزت نبيل عبيد للمرة التالتة من السياسي المعروف ومستشار الرئيس الأسبق حسني مبارك الدكتور أسامة الباز اتفق أسامة الباز ونبيل عبيد إنهم يخفوا خبر زواجهم عن الإعلام ويكتفوا بإعلان الأشقاء والأشخاص القريبين فقط وفي مرة سألت نبيل عبيد زوجها الدكتور أسامة وقالت له لو الرئيس مبارك عارف إنك متجوزني هتقوله إيه فرد عليها وقال لها هقوله سلام عليكم وامشي بس بعد زواجهم بأيام عرف الرئيس مبارك وخبر زواجه من الدكتور مصطفى الفكي لأن مبارك ما كانش بيخفي عليه ولا معلومة واحدة خصوصا من الدائرة المقربة منه ورجالته بعدها راح الباز بمنتهى الشجاعة وبلغ مبارك بزواجه من نبيل عبيد واكتشف إنه عارف من أول يوم وتفاجئ الباز إن مبارك كان مرحب بالجوازة وما كانش معترض ودي حاجة فجأته لأنه كان متوقع إن مبارك هيغضب وهيتدايق وده كان رد فعل غريب ومش متوقع قالت نبيل عبيد إنه أسامة الباز كان زوج مثالي وجريء ومحبوب وما كانش بيتدخل في شغلها نهائيا بالرغم من أفلامها اللي هدمت فيها الحكومة زي فيلم الراكسة والسياسي وكشف المسطور وهي كمان عمرها ما حاولت تدخل في شغله أو أموره الخاصة وقالت كمان إن كان فيه بينهم تفاهم كبير ومساحة من الحرية وكشفت إنه ما طالبش منها إخفاء خبر زواجهم واستمر الزواج بينهم تسع سنين لحد متعرف أسامة على الإعلامية قميمة تمام سنة ستة وتسعين ودي تبقى بنت الدكتور تمام حسان اللي كان عميد كلية دار علوم وعده في مجمع الخالدين وتولدت في المغرب ورجعت مصر وهي عمرها 17 سنة وقدرت تخطف قلبه من أول نظر لدرجة إنه كان بيدور على أي مناسبة عشان يروح مبنى التلفزيون عشان يقابلها بمناسبة ومن غير مناسبة لحد ما واقعت هي كمان في غرامه بس أهلها رفضوا ارتبطهم بسبب فرق السن الكبير بينهم بس هي صممت على رأيها لحد ما وفقه ولما عرفت نبيلة اتجننت وقتها وطلبت منه يطلق قميمة فرفض فأنفصلت عنه في هدوء بمنتهى الاحترام وبعدها أنجب أسامة الباز بنته مريم وعاشت نبيلة بدون زواج لفترة وبعدها اتجوزت مرتين من شخصيات عربية في السر وقررت بعدها تعيش باقي عمرها بدون زواج وبعد صورة يناير أعلنت نبيلة عن زواجها السري بأسامة الباز وقالت إنه أفضل أزواجها هو الوحيد اللي قدر يحتويها وكان راجل حنين وعقلين وشجاع وقالت كمان إنها حزنت جدا بعد وفاته قلونا إيه أكتر فيلم بتحبوه النبي العباد وقلونا مين من الفنانين اللي حابين تعرفوا أسراره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر